طرق الكشف عن بعض الأغذية البسيطة في الأغذية المركبة أولاً لدينا المكونات الأساسية الكشف عنها بواسطة الكواشيف التي ستسردها هنا ثم النتيجة كنتائج للتجارب بعض الأملاح المادينية قبل ذلك كان الماء هناك ماء أملاح مادينية سكريات ودهنيات وبروتيدات إذن الماء تسخين الكاشف أو هنا لا يوجد كاشف ولكن تسخين فظهور قطرات ماء على جوانب الأنبوب الأملاح الكلورات نستعمل كاشف نيترات الفضة راسب أبيض يسود بالضوء أملاح الكالسيوم أوكسالات الأمونيوم راسب أبيض لا يسود بالضوء الغليكوز والسكريات الغليكوز والنشا الغليكوز محلول فيه لين مع تسخين راسب أحمر أجوري النشا الماء ماء اليود ماء اليود تلون أزرق بنفسجي ثم ننتقل إلى الدهنيات حك الغداء على ورقة بيضاء ظهور بقاشبة شفافة على الورق وأخيرا البروتيدات يمكن الكشف عنها بواسطة حمض النيتريك حمض النيتريك يضاف للبروتيد حمض النيتريك فالبروتيدات حمض النيتريك ما تسخين يمكن تسخين تلون أصفر تلون أصفر هذا يدل على أن البروتيدات تلون بالأصفر